جهة أمنية ومدنية تواجدت في عيد الأطحى المبارك على رأس عملها فقط من أجل إسعاد المجتمع الإماراتي ويحتفل في العيد بين أسرته بكل يسر التفاصيل في سياق التقرير التالي طرقات شبه معدومة من حركة المركبات إنها عطلة عيد الأطحى المبارك ولهذا ترى الناس محتفلة بسعادة بين أسرهم ومنازلهم وتلك السعادة قد يكون وراء تحقيقها يد خفية من جهات وكوادر عسكرية أو مدنية تعمل بصمت فقط لإسعاد الناس وتحقيق مطلب الأمن والأمان بالنسبة للشرطة والمطافي والدفاع المدني والجماعة اللي هم داومين عموما على مستوى الحكومة اللي هم قائمين بالخدمات اللي محتاجينها إحنا في الإجازات وهذه أقول لهم الله يقويكم والله يأتيكم الصحة والعافية ويبارك فيكم ويرضى عليكم وإن شاء الله يجركم يكون واصلوا عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير يعملون بصمت ولا يشكون بعد الخلان أو الأبناء في المناسبات يضحون بسعادتهم ليروك مسرورة إنهم رجال أوفياء والعين التي كرست جهودها لتوفير الاستقرار لسائر المجتمع والذي أصبحنا نلتمسه في ربوع دولة الإمارات أحيي دولة الإمارات العربية الشقيقة بمناسبة عيد الأطحى المبارك وكل سنة هم طيبين أما بالنسبة لخدمات الحكومية طبعا بالنسبة للدفاع المدني والشرطة فربنا يجزهم خير وهو كل سنة هم طيبين بصراحة سواء كان في العيد أو غير العيد فخدمات على أعلى مستوى طبعا زمنا والسلام ما بيقول من بات آمنا في سربة فبصراحة هنا دولة آمنا من كل اتجاه والحمد لله الواحد بصراحة نفسيا قبل بيكون أي حاجة الواحد بيستريح بردك نفسيا وربنا يجزهم خير كل سنة هم طيبين وعيد مبارك كل العالم والمسلمين بخير وعافية وصحة وسلام إن شاء الله يعيد علينا أيام عديدة يعني بالخير واليوم وعجزين الشكر على الدفاع والشرطة على مجهودهم الكبير لأن الناس كلهم ما شاء الله في أمن وأمان واستقرار بفضل الله ثم بفضل الأمن والمستشفيات والدفاع المدني وكل الناس ما شاء الله ما يقصرون بفضل هذه السواعد باتت الجريمة في مجتمعاتنا في تناقص وأصبح الوعي فيها ملحوظا وذلك بفضل قيادتنا المعطاء التي وضعت المواطن وأمنه واستقراره على رأس أولوياتها نعم إنها العين التي توفر لك الأمن والأمان تعمل وإن لم تكن بين خلانها فقط لتسعد أنت بالعيد بين أسرتك فهنيئا لهذه الكوادر لإخبار دار محمد الجنيذي الشارقة